في واحد بيقول رقم 666 هو اسم الشخص معين حسب الارقام بالارامية وحط كل رقم برقم ورقم ورقم ال666 يا صاحب السؤال عايز اقولك حاجة لما ترجع لسفر الرؤية تلاقي في النص اليوناني ان عدد الوحش مش 666 هو المترجم ترجمها 666 لكن بيقول عدد انسان ستة 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 حط رقم ستة تلات مرات فانا لما حط ستة 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 اي واحد يقرأها 666 رقم ستة ده الرقم اللي بيحب الشيطان ليه بيحب الشيطان لان الله خلق العالم في ست ايام اه وجي الشيطان ضحك على ادم وانتصر عليه وخد منه الكرة الارضية كلها فاصبحت نصرة الشيطان على الانسان في رقم ستة ولذلك الشيطان يحب رقم ستة ومشتقاته يعني مثلا يقولك نبو خزنصر عملت الستمثال طوله ستين دراع عرضه ستة ازرع الاجران اللي خلصت وراح منها الخمر اي الفرح يقولك كانت هناك ستة اجران بحسب تطهير اليهود الوحش هنا رقمه ستة 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 طب ايه ستة ستة لان فيه في اخر الايام في المملكة الدجالية هيخرج تلات اشخاص اتنين مرقيين واحد غير مرقي الاثنين المرقيين دول موجودين في رؤية 13 وحش خارج من البحر امبراطور روماني اوروبا هيطلع رئيس فيها هو ده الوحش اللي هينصب نفسه اله هيتحد معاه نبي كذاب رئيس لإسرائيل وتالتهم الشيطان فالستة الاولى الشيطان والستة التانية وحش البحر والستة التالتة وحش الأرض لكن هنقعد نقول ونوفق ونحط حاجات ده كده يبقى احنا بن وممكن 666 اقدر ارتب لك كلمات واجيبها حاجة حلوة واجيبها حاجة وحشة واجيبها حاجة عادية لا بلاش الحتة دي هو لما يجي يقوله ستة 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 يعني مادي 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 وده الشيطان حتى انت حتى لما تيجي حتى تشتم واحد تقوله أخوة دي ستين كذا اللي شمعنى ستين طب متوديه في سبعين ولا تمانين هو ستة ومشتقت وعلى فكاشا كده المسيح يسوع علشان يهزم إبليس جاله في نفس الرقم اللي هو بيحبه رقم ستة يامن في اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة وفي وقت الساعة السادسة نشر الظهر علقت على الصليب من أجل خطايا أدم أدي معنى كلمة ستة 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 اشتركوا في القناة